اوكي اعطيكم مساحة و العافية معكم محمد بعركي الصراحة ما توقعت ان راح احصل ويد اسئلة بوقت ويد قصير فقلت خساز اجاوب على اسئلة اللي احس انها هي راح تكون ويد يعني اكثر مسئلة انا حسنت اركات ويد متكررة واسئلة ان واحد يقدر يتعمق فيها وداش في الفيديو يتكلم عنها ففيها اسئلة كانت ويد عامية شراكي بشركة ابل مثلا يعني شنو بالذاته بشركة ابل على سبيل المثال بس فيها اسئلة كانت ويد حلوة فراح تكلم ان شاء الله بهالفيديو جاوب على الاسئلة اللي قلت لكم حطول اياها بالفيديو ما لسألني رقم واحد الحين ان شاء الله راح نتكلم وخانشوف نجاوب على الاسئلة مع بعض اول صور راح يجاوب عليه في عندي شخص قاعد يسأل ان يريد لابتوب او كمبيوتر يساعده في حياة البلوغينج وحياة اليوتيوبرز و و كرسم ومعرف ايش يعني شغلات ميديا كنسومشون منسلو كونتنت كرياشن اهم شي ف اول شي اذا تبقي انت كمبيوتر بهالناحية لازم يكون لابتوب عشان تقدر تنقل و تاخذم معاكل مكان لانا اذا تبي كمبيوتر يكون ثابت في البيت راح يقيدك انك انت تكون في البيت فاذا انت تبي تتيوي كونتنت كرياشن انا حس انه لازم يكون عندك لابتوب يكون يتحمل كونتنت كرياشن اه انت تبي تسويه فأفضل يكون عندك الابتوب شغلة ثانية كونتنت كرييشن أحس أحسن شيء قاعد تصير على الماكبوك لأنه مو عن شيء بس لأن السوفتور اللي يستخدمونه ماك هم قاعد يسوونه فصدقني مثلما الأوفيس السويت ما رح يكون أحسن على الماك من على الويندوز ما رح يكون السوفتور اللي تستخدمه من ماك حق كونتنت كرييشن أحسن على الويندوز فأفضل الماك من هلناحية أنا أستخدم عن نفسي ماك بوك برو 15.4 إنش رتنا ديس بلي ليت 2014 ممتاز ما في شيء بس فأتوقع أحسن شيء تستخدمه حق هالشغلة هذي رح يكون لابتوب بس يكون من على الأقل يكون عليه الآي 7 8 جيجي بايت سوف رام من ناحة الذاكرة أنا خذيت اللي عندي 256 في 512 في ليت تيروا بايت تقدر تحطون بس إذا في هارد ديسك اكسترنل ما عندكم أي مشكلة فكونتنت كرييشن أفضل أجهزات الأبل الماك بوك برو بالذات الشخص ثاني قاعد يسألني يشتري تابلت الحين بسنة 2015 فعليا بسنة 2015 ما تم الإعلان عن شيء غير السونيك سبيريزي 4 فانطر شوي أصبر خنشوف شنو سامسونج راح تعلن عنه خنشوف شنو الثاني جنراتي آيباد اير أو ثرد جنراتي آيباد اير شنو راح يكون وبعدين خنشوف شنو بعد شركة ثانية مثل HTC إذا راح تعلن عن التابلت ولا شركة LG فيستحسن أنك تنطر شوي الشخص ثاني قاعد يسألني قاعد يقول أنه هو مستعي ولي أبي يشتري الماك بوك 13 إنش أو الماك بوك اير 13 إنش بس قاعد يشوف في النسال فات اليو اس بي سي أن هل هي راح تكون بيك هت ولا راح تكون شغلة أن الناس وايد راح تقتنيها من شركات غير أبل وانا راح نشوف علاجه الثانية اليو اس بي سي كونكتر يديد أول مرة شفناه على نوكيان وون كان مين ستريم نوكيان وون تابلت نزل على الماك بوك برو اللي أعلنه عنه أو سوري نزل حين على الماك بوك اللي أعلنت عنه أبل بالمتمر ما لها اللي ما قابلت شين يوم اليو اس بي سي العيب اللي أنا قلت أنه هو موجود بالماك بوك مو لأنه البورت ما لليو اس بي سي لا فهمتوني غلط العيب بأنه ما فيه إلا بورت واحد لو أنت عندك خمس ست بورتات يو اس بي سي بالعكس هذا الحلم يكون على الجهاز لأنه اليو اس بي سي أول شي في التقنية مالتا وايد عالية علشان ينقل البيكسل فأنت تقدر تنقل حتى أبتو فور كي رزولوشن عن طريق اليو اس بي سي وبعد أن ينقل الأمبير بشكل وايد سريع فتقدر تشحن عن طريق اليو اس بي سي وينقل الداتا بشكل وايد سريع أسرع من اليو اس بي 3.0 فحتى أنت تقدر تسوي داتا ترانسفر بشكل سريع فتخيل أنت يكون عندك بورت واحد تقدر تنقل منه بياناتك تقدر تسوي أهو مكان ما للشاشة وتقدر تشحن منه فلطالما أنت عندك جهاز في أكثر من بورت حتى لو كانوا كلهم يس بي سي بالعكس هذا شيء وايد ممتاز تخيلوا أجهزة نفس الكروم بوك الحين في واحد من الكروم بوكس اللي علون عنها في 2 يو اس بي بورت واحد على يمين واحد على يسار فأنت تقدر تختار وانت تقدر تركب الشاحن مكان على يمين أو مكان على اليسار فهذه حركة واحد حلوة فتخيلوا الأجهزة المستقبل راح تكون عليها يو اس بي سي وايد بعدين راح تلقون عليها بورتات كلها يو اس بي سي فأنت تقدر تخلي أي بورت تبي يبثلك أي شيء أنت تبيه من ناحية محتوى تبي تركب عليه شاشة تبي تركب عليه شاحن أو تبي تركب عليه نقل معلومات من ناحية الهارد ديسك أو فلاش ميموري أو ميموري كارد ريدرز فبالعكس هذا شيء وايد ممتاز أن اليو اس بي سي يكون مين سترين بس عيب اليو اس بي سي بالماكبوك أنه ما فيه لبورت واحد فأنت مضطر أنك أنت تركب أدابتر علشان تقدر تركب باجل الشغلات التي أنت تبيهها فالنحافة ماتة راح تروح وتحس أنه أوكي بدأ لا أركب أنا من كي شيء بورت لا راح أركب بورت واحد وكل شيء يركب به لبورت واحد فهن هي صارت المشكلة الشخص قاعد يسأني شنو كان أحلى بوث بالنسبالي بمدل بي سي 2015 أولا ندل بي سي 2015 هذا أول ندل بي سي روح له إن شاء الله مو آخر ندل بي سي ثاني شيء أحلى بوث عجبني هناك كان بوث أريكسون إذا كلا الله خير فيصل السيف دخلني معه بوث أريكسون كان عندهم حفارة سيميليشن من فولفو والحفارة هذي كونكتد حق حفارة فعلية بالسويت تبعد عن برشلونة 2500 كيلومتر وكنا إحنا قادرين نحرك الحفارة بالسيميليشن عن بعد 2500 كيلومتر لأنها كانت مشبوكة على شبكة الفايف جي أو الجيل الخامس الجيل الخامس إن شاء الله راح ينزل يعني بشكل وايد كبير ومنتشر خلال يمكن سنتين ليايين بس منتو قادرين تخيلون مدى قوة الإنترنت أنه راح يخليك أنت تتحكم بشيء مثل حفارة تبعد عنك 2500 كيلومتر وإنت بمكانك على شبكة فما في لاق ما في دليل الباندوث مالها راح يكون وايد سريع وهما دقيقة على التقنية مالة 5 جي ما تكون بس سريعة تعطيك باندوث أكبر ففي حالة مثلا إذا كان أنت عندك برج واحد وهو الفور جي وأكثر من شخص قاعد يكون شابكة على هذا البرج راح يتوزع الباندوث على خمس أشخاص إذا كان في شخص واحد الباندوث كله راح يكون حق شخص واحد فالإنترنت راح يكون وايد أسرع فبالمقابل للفايف جي شنو راح يسوي راح يخلي الباندوث يكون وايد أكبر فسرعة ما راح تقل راح تزيد فيسر عندك إذا ناس وايد شابكة على نفس البرج راح يكون عندهم باندوث كلهم وايد أسرع فتحس بالمقابل للإنترنت راح يكون أسرع فمتحمسين إن شاء الله حق تقنية الفايف جي في سؤال ثاني بعد شخص سألني كان وايد ممتاز وممكن يفيد الكل إن في حالة إذا أهوى سوى سينك حق الصورة حق الكلاود إذا انشالت على الكلاود السينكرونيزيشن لما تسوي حق الكلاود إذا كنت استخدم مثلا بيكاسا أنا وايد أستخدم بيكاسا الباكلاب قاعد يصير عن طريق جوجل بلاس يسوي باكهب حق الفوتوز طبعا برايفت ما حد يقدر يشوفهم إلا أنا والصور هذي لما يأخذي إياهم هو قاعد يأخذهم من كلاود ستوريج معطيني إياك فور فري 15 جيجا بايت بس شيرد مع جوجل درايف مع جوجل فوتوز ومع بيكاسا ومع جوجل داكس وسلايد ومعرف إيش فكلهم شيرد على 15 جيجا معطيني إياها كلاود ستوريج فور فري وأقدر طبعا أنا أزيدها إذا دفعت سعر بس الميزة اللي معطيني إياها حق الصور أنه في نوعين من الباكب اللي أنت ممكن تسويه أول واحد هو طبعا الستاندرد إذا أنت صورت كاميرا خنقول تليفون 13 ميجا بيكسل البيكسل كامت ما لها رح يعادل يمكن صورة حجمها 2 ميجا بايت أو 2.5 ميجا بايت لما هو يسوي لها باك أب رح يأخذ من الكلاود ستوريج مالك حجم الصورة بالضبط مثل ما هو لنا بيأخذها مثل ما هي فسووا حركة إن قالوا ليش أنا ما أخلي أعطي مجال أكثر من ناحية الكلاود ستوريج فأزاقر حجم الصورة عشان تطلع لك واضحة على شاشة التليفون بس يمكن إذا أنت تبي تشتغل فيها من ناحية البرنت وتبي تطبعها وتحطها على أبر سكيل ما رح تطلع لك واضحة وهذه المشكلة أنا أتوقع قاعد تصير معاك إذا أنت خليت بيكاسا يسوي باك أب حق الصور بدون لا أنت تغير شي رح يسويها وهو كدفولت يأخذها على حجم بيكسل أقل 2048 2048 to be exact فصورة رح تكون أقل من ناحية البيكسل رازل ويشمالها أقل رح تكون واضحة على شاشة التليفون ما رح تتغير معاك بس لما يتيت حاول تطبعها أو تحطها على شاشات تكون دقيقة أكثر مثل 4K سكرينز مثلا أو 2K سكرينز وتطالعها على حجم شاشة أكبر رح تقول لنا لا الصورة والله مواضحة كانت أوضح لما أنا صورتها فبالمقابل الصورة حجمها رح يكون أقل بس يعطونك مساحة أكبر أنك أنت تحمل صور أكثر وعندك إذا تريد تأخذ الـ standard size رح يكون حجم الصورة مثل ما هو كبير ما رح تتصغر بس رح تأخذ مساحة أكبر فـ give or take أنت شون تحتاج تريد أن عندك صور وايد وتريد تأخذهم كلهم بالكلاود خلهم يصورون أصغر إذا ما عندك صور وتريد تستغل المساحة اللي عندك إها بالكلاود خل الصور الـ standard أوكي واحدة من الأسئلة الثانية اللي كانت حلوة بعد أنه قاعد يسألني شخص أنه ما تشوف أنه مثلا سامسونج إيها قاعد تسوي شيء أكثر من الـ consumer يمكن يحتاجه وبالمقابل عندك أبل اللي تنطر لأن الـ consumer يتكتبوا من كيفما يطلب علشان تعطيه شيء لاحظنا شيء مثلا بالفكرة ما رأتهم لما هما انتقلوا من الآيفون الآيفون 4S لما كان شاشته 3.5 بوصة للآيفون 5 سووا 4 بوصة وبعدين من الآيفون 5S للآيفون 6 لما شالوا من 4 بوصة لـ 4.7 بوصة إن الطلب صار وايد كبير على حجم شاشات تكون أكبر على التليفونات فبالمقابل هما رضوا أن يكبرون الشاشة ونزلون الآيفون 6 بوص لا تنسون 5.5 بوصة على التليفون ما كنا نتوقع أن الشركة تتجاوز الأربعة ونص بوصة فصح كلامك إنه هما يحتاجون إنه يكون في براشر واحد كبير من ناحية الـ consumer علشان هما فعلا يفكرون إنه هذا ممكن يكون توجه صحيح وغيرون بس سامسونج بالمقابل تعطي شيء حق الـ consumer وتدري إنه هذا يمكن يكون هت أو لا هت أو رمس شفنا شيء بالـ Samsung Galaxy Round لما نسوه هما الشاشة تكون من حنية بطريقة غير مفيدة بس شفنا مرة ثانية بالـ Samsung Galaxy Note Edge إنه صار فيه إقبال على الشاشة المنحنية وشفنا الحين Samsung Galaxy 6 Edge وشون بينزل وصار عليه يعني إقبال بشكل وايد أكبر ففي شركات تاخذ ريسك تيكين وفي شركات لا من كثر من طقت على رأسها ما قامت تسوي ريسك تيكينج قامت تتنزل شيء تدري إنه رح يصير علي قابله وإيه شركة أبل شخصاني قائس أني ليش إن أنا مو مهتم بالـ Windows بالعكس Windows بلاتفور ما أنا وائد مهتم فيه أصلا الـ Microsoft Surface تستخدمه عليه Windows 8.1 سويت عليه مراجعة وفيه Nokia Lumia 930 وMicrosoft Lumia 535 أثناناتهم هم مراجعات سويتهم أنا بقناتي يستخدمون نظام الـ Windows بس الـ Windows 10 Preview Edition متعمد ما سويت عليه مثل مراجعة لأنه إذا أنت بتسوي مراجعة حق شغلة معينة لازم تتأكد أني هتشتغل بشكل صحيح فلأن الـ Operating System Not Stable وبعدين الـ Community Backup حق الـ Windows بلاتفور مو وايد كبيرة ما بغيت أن أنا أتهور وأسوي الـ Preview Edition على التليفون وبعدين مثل أنه مثل Sneak Preview وهو ليحم وكامل وعليه وائد شغلات وائد ميسيجات وريدي تطلع علشان أنت لما تبت تسويه أنك أنت لازم تتحمل مسؤولية الجهاز إذا صار فيه أي إشكال فمن هالناحية أنا حسيت أنه أوكي ليش ما أنطل لما ينزل وهو فعليا وهو يعني قريب علشان أنا أقدر أسوي عليها مراجعة ونحية الـ Windows Preview Edition على الـ PC أنا أستطيع أن نزله عندي كمبيوتري ثابت وهو أكثر شيء على أسوي عليه ميديا كنسومشن منزل على الـ Windows 10 Preview 99.26 أو 9926 وممتاز ما في شيء إليه الحين يعني فيه أوكي تهنيق مني ومن ناك بس لأنه Preview Edition ما حسيت أنه يعني شغلة انترستن أنه أنا أسوي عليها صراحة مراجعة فـ Thumbs Up إذا تابوني أنا أسوي عليها مراجعة أعطوني رايكم إذا تابوني أسوي مراجعة على الـ Windows 10 Preview Edition حاضر إن شاء الله نازل على الكمبيوتري وما عندي مشكلة أقدر أسوي لكم عليه ريفيو شل الفرق ما بين الـ 4K والـ Quad HD والـ Pixel الـ Megapixel سوري أول شيخ أنتكلم عن الـ Megapixel أنا أسأ شيء الميجابيكسل الواحد في مليون بيكسل يعني إذا أنت لما تقول شيء كاميرا خمسة ميجابيكسل معناتها إيه فيها خمس ملايين بيكسل الميجابيكسل يستخدمونه كمصدر ريفرنس حق إشكثر دقة العدسة مات الكاميرا أو الرقم الـ Pixel Density الموجود بالشاشات لما تيتبت قايس الـ Pixel Density الموجود بالشاشات أكثر شيء الآن موجود على التلفونات الذكية اللي قاعد يعتبر منها كـ High End هي الـ Quad HD أو الـ QHD فشنو الـ Quad HD؟ ريزولوشن مالها رح يكون 2560x1440 عبارة عن أربع كوادرنس رح تكون على الـ Resolution مال الـ HD العادي اللي هو هو 1280x720 نضربهم بأربعة يعطيك 2560x1440 ونحن حقا نشوف كل أجهزات يعني كل أجهزة الذكية اللي قاعد تنزل رح تكون High End أو Flagship Devices رح يكون عليها الـ Resolution مال الـ Quad HD بس الـ 4K شيء ثاني الـ 4K رح يكون ريزولوشن أعلى من الـ Quad HD الـ 4K رح يكون 3840x1260 فرزولوشن مالا رح يكون أعلى من الـ Quad HD ونقاعد نشوف الـ 4K كثلما واحد ودي يشوفه بسنة 2015 بالذات بالعالم العربي الـ 4K اللي الحين ما عليه awareness-wide يدوبك الحين أصلا القنوات العربية قاعد تصور بث على الـ High Definition HD فأنت اللي الحين مقاعد تشوف أصلا شغلات عليها Full HD 1980x2020 فشوي شوي إن شاء الله رح نوصل له هناك بس هذا الفرق لما تقول 4K رزولوشن أعلى لما تقول Quad HD رزولوشن أعلى من Full HD ولما تقول Full HD أعلى من HD ولما تقول ميجابيكسل وهو كونت مال البيكسل وكل ميجابيكسل في مليون بيكسل إن شاء الله جاوبتك واهي الناس، السألة هذي واحدة من الشغلات اللي بوايت تتكرر بكل مكان نبي خلفية Batman، نبي خلفية Batman، نبي خلفية Batman، نبي خلفية Batman موجود اللينك تحت بالكومنت سكشن اسمها Polygon Batman تقدر تديش انتا جوجل تكتب Polygon Batman رح تطلع لك بس أنا رح أوفر عليك المشوار، انزل تحت بالكومنت سكشن رح تلقى اللينك أخذها عليك بالعافية، طبعا مو أنا راسمها مو أنا أخذ الكريدت الرسام وهو اللي راسمها ياخذ الكريدت، إذا الله خير خوش رسمه وأنا استخدمها بوائد من تليفوناتي، فكلما راجع تليفون ناس تقول لي من وين هاي بالصورة؟ أبي بالصورة في Polygon Batman، عليكم بالعافية اللينك موجود تحت عشان تقدرون انت تتنزلون الصورة فدام قاعد نتكلم عن Batman مرة واحدة، ناس واي تسألني أحمد، اش سالفتك يا Batman؟ شال الحب العجيب مع Batman؟ Batman يعني بالنسبة لي، هو كان يعني من أنا وصغير، ألعابي مفضلة كانت ألعاب Batman وكنت أدرس وشي تحييلي علشان لما أخذ شاهدة أطلع لي لعبات Batman، فأنا استانس على Batman لأن Batman هو الشخصية اللي يعني أحس كشخصية عامة كباتمان يعني هو وايد يمثلني بشغلات وأنا أتفق معه بشغلات كثيرة طبعاً باتمان من السوبر هيروز الوحيدين اللي ما عنده قوة خارقة، باتمان ما يطير، باتمان ما عنده ليزر فيجن، ما يركض وايد سريع باتمان قوة أهو عقلة، يعني هو الوحيد اللي ممكن يكون صج، أي واحد فينه ممكن يكون باتمان قوة الوحيد اللي أنا أشوفها هي الصبر والتحكم بالعصاب لأنه اللي أهو يشوفها بالذات من الجوكر وليح مذبحها هذي قوة باتمان الحقيقية، أنه يقدر يتمالك أعصابه وهو يقدر يتحكم بالعواطف ماته، فهذه قوة باتمان عشان تلي أنا يمكن وائد أحب باتمان، لأنه هو السوبر هيرو الوحيد اللي ممكن يكون صج، يعني شخص إنسان عادي، بس عنده فلوس، وائد فلوس فهذه واحدة من الشتغلات اللي أنا أحبها باتمان، فعشان تلي أنا أحب شخصيات باتمان، ومن أنا وصغير أحب شخصيات باتمان، ومن أنا وصغير كنت وائد متعلق بشخصيات باتمان، فعشان تلي يمكن أحب باتمان، وراح أتم أحب باتمان، وبس عشان تلي عصلا أبوي هو صغير كان مسوي لبس باتمان ومسوي حق عمي لصغير لبس روبن وكان زيله عندي صورة عسان أراويكم إياها بس من إحنا وصغر يعني حتى أذكر يعني في زمن من زمنات أنا وصغير كنت ألبس لبس باتمان تحدي دومي عشان في حالة إذا صار أي نوع من الضغير يعني إذا صار امرجنسية أو شيء أنا عرض طول أقدر أفصخف دومي وأنا أريدي لابس لبس باتمان تحدي فأحب باتمان منو ما يحب باتمان في شخص قاعد يسألني قاعد يقولي أن عنده بتطبيق مال اليوتيوب في قسم كان حق الإشعارات أنه توصل إلى إشعارات في حالة إذا شخص هو متابعه نزل فيديو مثلي أنا مثلا في حالة أن الإشعارات وقفت لأنك أنت بدلت الروم أو شيء بس لكلية تحتاج أنك أنت تدخل إعدادات مرة ثانية وتشغل الإشعارات مالوت يوتيوب وهو با دفولت الإشعارات رح تكون واكفة فلازم أنت تشغلها شخص تاني قاعد يسألني أوكي سالفتك مع البولو بولو أنا نوعي إذا لقيت شي وارتحت عليه أتم يعني هدوم بولو مريحة بالنسبة لي الفنائل لهم أستانس عليها في وائد ألوان في وائد موديلات وتيب غولة وتيب بدون غولة والجاكيتات مالوتة أرتاح عليهم البلغرات مالوتة فأستانس على ماركة بولو فلأني ارتحت عليها تميت وياها سنين ألبس بولو وراح أتم ألبس بولو وهذا فعلا لأنا ألبسها يعني مو ألبس بولو عشان أصور بيوتوب والبس شي ثاني لما أكون مو بيوتوب بالعكس يعني أنا ألبس بولو حق الدوام ألبس بولو حق لما أروح الدوانية ألبس بولو بالسفر ألبس بولو بكل مكان فقلت ليش أغير عشان بس إذا أصور فيه شغلات ألبسها غير البولو طبعا عندي تيشيرتات باطمان تيشيرتات سلاحف سلاحف الننجا ننجا تيرلز عندي تيشيرتات كورفت سياير أحبها أو شيء فألبس شي ثاني غير البولو بس يعني 99% من الوقت أنا أكون ألبس بولو فما قول إن أصدفت إن أنا قاعد ألبس تيشيرتات بولو بكل فيديوهاتي بس لأن هذا الهدوم اللي أنا تريحني فعشان شدي ألبس بولو هاي صالفتي مع بولو لا أكثر ولا أقل من السألة الشخصية الثانية للناس سألتني إياها إن شنو أنت شغلك وشنو شهادتك أنا ما راح أقول الشركة اللي أشتغل فيها شن هي بس راح أقول شنو أشتغل بالشركة هالي أنا محاسب أول سينير أكاونتنت المسامة مالي الشهادة مالتي جامعي الحمد لله قاعد أكمل دراستي الحين بس الشهادة مالتي هي محاسبة وتمويل وبس ما بأقول أنا وين أشتغل لذروف خاصة بس هذي شهادتي شهادتي محاسبة وتمويل مو قاعد أشتغل أنا بالتخصص اللي أنا أحبه مثل ما تتدرون أحب التقنية وكل يتعلق بالتقنية فاللي قاعد أسوي بالتقنية هي هواية والمعلومات اللي أعرفها لأني أنا أحب هالشغلة فأنا وايد مطلع وايد أقرأ وايد أشوفها طالع ومهتم بهالشي فعشان شدي أحب التقنية وياريتني يوم من الأيام أشتغل بمجال اللي أنا أحبه لأن ستيف جوبز مرة قال إذا أنت راح تتقن بشي أو راح تطلع بشي وايد قوي أكيد لازم تشتغل بشي أنت تحبه فهذا اللي أنا أحبه أحب التقنية وياريتني يوم من الأيام أشتغل باللي أنا أحبه من ناحية الشهادة مثل ما قلت لكم عندي شهادة تمويل وعندي محاسبة متخرج من جامعة قصد بالكويت غولف يونيورسيتي في سينسون تكنولوجي تخرجت سنة 2006 وقبلها كنت أدرس بالجامعة الأمريكية بالشارجة لأنه صارت ظروف أمريكا ب 2001 ما قدرت أروح أكمل دراستي بأمريكا فقدر الله ما شاء فعل درست بالشارجة بعدين رديت لكويت لما افتحت جامعة خاصة بالكويتي هي قصد ودرست بقصد وتخرجت من قصد وخليت شهاتي من قصد الحمد لله في أحد قال يسألني حضرتك صاحب محل رامو فون لا صدقوني إذا أنا بكون راعي أي محل ما راح أكون نسمى محل رامو فون بس لا أنا ما راحي محل رامو فون ولا أنا راحي محل أي محل رامو فون محل اللي أتعامل معه وآيد بشكل وآيد كبير مستر كمار يعني ما يقصر معي يعاملني معاملة جدا ممتازة فلا أكثر ولا أقل أوكي في خوش سؤال من وين قاعدتي بالجهزة اللي أنت قاعد تسوي عليها مراجعات وشنو ما صيرها عقب ما تسوي لها المراجعات شغلة وايد مهمة أنكم تفهمونها يزاكم الله خير آنت كل التليفونات اللي قاعد يسوي عليها المراجعة من الاستثناء من التليفوني المالوت لينوفو مع التليفون من هواوي وتليفون من مايكروسوفت باج التليفونات كلها أنا شاريها من فلوسي أنا ما عندي شركة تتعطيني أي تليفون أبي وتقولي أحمد راجع لأ عندي يعني يا رأي تحصل هالشي بس أنا حاليا كل التليفونات اللي قاعد أسوي لها المراجعة من استثناء التليفوني المالوت لينوفو وتليفون ما الهواوي والتليفون ما المايكروسوفت هذي التليفونات مو تليفوناتي هذي التليفونات خذيتم عشان اراجعهم ورجعتهم حق الشركة نفسها ما تمو عندي ما عدا المايكروسوفت لومية 535 اللي حموجود عندي بس عادة التليفونات اللي تيني عشان اراجعها اراجعها حق الشركة نفسها بس التليفونات الثانية HTC Desire Eye, HTC One M8, LG G3, Galaxy Note 4, iPhone 6, iPhone 6 Plus, Nexus 6 على One Plus One هذي كلهم تليفوناتي انا احب التليفونات من زمن أن عمر الدنيا احب التليفونات فهذه تلافوناتي وعقب ما خلص مراجعتها، تموه عندي أنا مومنوح لبيع تلافونات الله. وكلت علي شهنه لما صحت السحب على fiجيرها Ü أن عادة أنا أخلي تليفونات عندي وعشان أثبت لكم أن أنا عادة أنا أخلي تليفونات عندي حتى عقب ما صويت السحب على الموترولا موتو سلوركس طلت لي واحد ثاني نفس اللون بس هالمرة غيرت خليت اللون من جدام لوني أبيض وكاه هم نفسي شي مكتوب عليه أحمد بوريكي ما أدري إذا يبين الخط ولا لأ بس أنا أحب تليفوناتي وما أحب أوزع تليفوناتي ولا أبيع تليفوناتي فتليفوناتي عادة أتم معي ما يعني عندي ي probation كبير من التليفونات ربيع لك الحمد بس نه الأحين أنا معدي شركة يعني ناس وعيد تقول لي أحمد سلونا مراجعة على التليفات الفلاني ولا تليفون الفلاني ولا كان زين لو أقدر أسوي لكو مراجعة موراة عا كالتليفونات الموجودة بالسوق وكل التليفونات ultras تنزل بس ما عندي أنا شركة التقةي تقول لي من الطريق بصولي تليفونات مراجعة وشوف لأ عندي ربيع لك الحمد لينوفو كلمتني سويت مراجعة حكى تليفوناتي من الينوفو و هواوي عطتني الـ Ascent Mate 7 سويت علي مراجعة و رجعت لهم إياه و شركة مايكروسوفت يزاهم الله خير عطوني اللومي 535 و خلوا لي الجهاز يعني راجعته و خلوا لي الجهاز فأتمنى أن هذه العلاقات هذه تستمر مع الشركات و بالعكس إذا الشركة تعطني تليفون عشان أسوي عليه مراجعة ما يمنع أن أنا راح أكون رأيي الشخصي أمية بالأمية بالتليفون لأنه بالنهاية هي مصداقية وأمانة يعني طالما الحمدلله الناس ويد يعني قاعد ألاحظ بالكومنتات أن الناس ويد تثق بالرأيي وتثق بالكلام اللي أنا قاعد أقوله فما راح يتغير هاي الشيء لأنه والله عطوني تليفون عشان أراجع فلا بالعكس بس التليفونات منين قاعد يبهد مثل ما قلت لك بالاستثناء عن تليفونات اللي ذكرتها بأجي التليفونات كلها تليفوناتي أنا قاعد أشتريها من فلوسي الخاصة علشان أقدر أسوي لها مراجعات فعشان شذي أنا ما أشتري كل تليفون أشتري تليفونات اللي تستاهل إنه واحد يشتريها ويخليها عندي لأنه إذا بشتري الإي 7 مع الإي 5 مع الإي 3 مع مع ما راح أخلص وتليفونات ما راح يمكن أرد أستخدمها مرة ثانية فعشان شذي أشتري تليفونات معينة أتوقع أنها راح تم تستمر معي عشان شذي أخليها عندي فهذا من واني بتليفوناتي في عندي خوش سؤال صراحة حيرني من قرية السؤال قاعد أفكر شون بجاوبه ما دريش بقول شون تتوقع التقنية راح توصلها 20 سنة لأجي الدام والله لو سألني 5 سنين لأجي الدام ممكن أرد عليك بس 20 سنة لأجي الدام صعبة لأنه من كان يتوقع أن نحن راح نوصل إلى المواصيل من قبل 5 سنين أو من قبل 10 سنين من قال راح نوصل إلى المواصيل من قبل 15 سنة فما بالك 20 سنة لأجي الدام شين راح يصير أنا توقعاتي الحين قاعد أشوف أن التقنية وايد قاعد تروح متجاه الـ مع الـ فراح نشوف الـ يصير صح لما نشوف الـ هولوغرامز عبارة عن الإمجز اللي أنت تشوفها جدامك عبارة عن 3D بس هي فعليا مو موجودة جدامك نشوفها وايد بأفلام وايد أفلام فيها هولوغرامز وكل شيء نشوفها بالأفلام طبيعي قاعد يطبق لأنه هو يكون بروجيكت مثلا حك شيء معين بعدين نشوفه إنه هو فعليا يطبق بالعالم اللي إحنا فيه بس الـ هولوغرامز أتوقع إذا صارت صح إيها راح تكون المستقبل مع كل التقنية فـ أنا أشوفها إيها التقنية الصحيحة اللي إحنا قاعد نمشي تجاهها وقاعد نشوف الـ قاعد تصير أحسن عن طريق اللي قاعد يسوون الحين الشركات حتى قاعد هاته أشتي سيتها وأعلنت عن نظارة مرتهم Virtual Reality مع شركة فالف وعندك سامسونج أعلنت عن Gears VR وغير VR اليديدة اللي تشتغل مع S6 و S6 Edge فأتوقع هذا المجال اللي هو راح نتوجه له من ناحية التقنية خلال الخمسة سنين إليها فـ سكرينز مع راح يعطونه هولوغرامز نفس اللي شفنا بالمايكروسوفت لما اعلنت عن الهولو مايكروسوفت هولولنز شي ممتاز كان حتى يمكن تمام دوليسي رحت تلبوه ثمان هم قاعد دور عليه ما لقيته ما كانوا عارضينه بغيت اجربه بس هذا توقع المستقبل اللي راح تنمشي عليه خلال خمسة نهايين فعشرين سنة اللي يجد دام الله اعلم متلهف حقه شي ان شاء الله ربي عطاني عمر معك بصالحات وليحنا نزل فيديوهات وليوتيوب بذاك الوقت ان شاء الله راح اقول لك شنو الشي اللي انا كنت متوقعه فعلا صار ولا تحققه هذا اللي بغيت اتكلم عنه وفيهم واحد سألني سؤال تعال تعالوا اذكر في واحد سألني سؤال شلون عندك متابعين شلون يبت المتابعين اذا انت قعد تسألني انا شاري المتابعين ولا لا انا بس لك سؤال اذا بشتري متابعين ش حقه بشتري ثنين وعشرين الف متابع ليش مو خمسة وعشرين ليش مو ثلاثين دام شاري شاري ليش ما اشتري خمسين ليش عندي متابعين لاني ربي لك الحمد قاعد اتعب قاعد اصور الله يعلمش كثيرا انا اطول علشان انزل فيديو وكل فيديو اصور اصوره ونزله ابي يكون احسن فيديو نزلته احس هذا الحافز الوحيد اللي خليني ابي انزل فيديوهات لان ردة الفعل منكم والدعم مالكم يخليني احس ان انا مو قاعد اضيع وقتي يخليني احس ان هذا التعب كله فيه بالمقابل شي حلو ان انا قاعد اوصل معلومة والله العالم ان انا بس ابي اوصل معلومة يعني ما كنت حط بالي ان من وراها والله شهرة او شي شذي بالعكس شي انا احبه احب التليفونات من انا كنت صغير وحب التقنية وابي اوصل لان اعرفه حسيت ان في معلومات ابيها توصل ومو قاعد اشوف ان انا قاعد توصل بالطريقة اللي انا احبها أتكلمت هالشي قبل إن أنا اللي أحب أشوفها أسوي علشان أنا إذا بشوفها أقدر أشوفها وأستنس فالحمد لله أنا سوايد قاعد تتفق معي من هالناحية هذي فعشان شذي عندي متابعين أتوقع لأنه قاعد أعطيهم شي زين وبالمقابل قاعد أتعب على هالشي فتوافج من رب العباد و الله يوافق الجميع من كل من قاعد يحاول يوصل معلومة أو إنه قاعد يحاول يوصل شغلة معينة ويتقي ربه فيها علشان إن شاء الله ربه يوافقه فإذاكم الله خير على المتابعة كتبو لي أسئلتكم اليديدة بال التقblesي تحت وإن شاء الله أريد عليكم الفيديو معي أحمد بعوركي سامحوني عن لك صور إذا في عندكم أي نوع من الأسئلة بهالف테يديو بالذات كتبو ليها تحت无قاتgeme فإذاكم الله خير على المتابعة إذا ما كنتم تقومون سبسكرايب يعري تقومون سبسكرايب علشان توصل لكم الفيديوات أول بول بالإيميل انتبهوا اشعارات اذا انتبهوا سبسكرايب سبسكرايب عشان توصلك الاشعارات اول بول انه في فيديوهات انزلت من عندي فبس مشكورين على متابعة احمد بعوريكي اشككم فيديو لياي في مان لالكريم يعطيكم صحة و العافية